تابعين حلقتنا مع سانتيوة بيسعدنا استقبل دكتور أميل زين اختصاصي طب داخلي وعلم المناعة السريرية أهلا وسهلا فيك دكتور اليوم موضوعنا هو أمراض المناعة الذاتية إذا نعرف الناس شو هي أمراض المناعة الذاتية هذا موضوع شوي معقد رح بلش بس نصف الرول أو الدور طبع المناعة بالجسم المناعة دورة هي تحمي الجسم من الأمراض الجرسومية الموادية وكمان تعمل كنترول وتحمي الجسم من الخلايا السرطانية هلا بالمناعة الذاتية هالمناعة اللي هي مفروض تحمينا بتبلش ترتد على الخلايا السليمة وبتستهدفهم هلا بس تستهدفهم بيصير في خلل بوظيفة الأعضاء المستهدفة فيه يكون عضو واحد وفيه يكون عدة أعضاء مستهدفين بالمناعة الذاتية منسميها كمان ملدي أوتو إيمون بنا نميز شوي هالمشكلة من دكتور أبدا أطعك بعتذر كثير حلو تطرى المباشر نرجع نطابع تابعين حلقتنا مع سانتيوة بيسعدني استقبل دكتور أميل زين اختصاص طب داخلي وعلم المناعة السليلية أهلا وسهلا فيك دكتور مجرور أهلا وسهلا حضرتك معنا تنحكي عن أمراض المناعة الذاتية شو هي أمراض المناعة الذاتية؟ مثل ما كنا عم يقول الأمراض المناعة الذاتية هي أمراض بتصيب الجسم وبعض أعضاء بالجسم بس المناعة تبلش تستهدف وتتعدى على الخلايا السليمة لازم نميز هالأمراض هايدي عن أمراض تانية بالحساسية اللي هي إلا علاقة بالمناعة وكمان بنا نميزها من الديفيسيت إيمونيتير اللي هو الضعف المناعة هولي أمراض مناعية بس مقلن عليها بالأمراض المناعة الذاتية بالنسبة للأعضاء المستهدفة فينا نعرف أنه فيه أعضاء كتير فيها تكون مستهدفة وفيه مرات عضو واحد مثل أحنا تمثل التيرويديت مثلا تيرويديت دوبازلو بتكون فيه حركة قوية للغدة من وراء أوتوانتيكور بتصيب هايدي الغدة هايدي بيكون عضو واحد وفيه يكون عدة أعضاء وساعة المريض بيصير يحس أعراض كتيرة ومتعددة طيب الأعراض قلتلي كتيرة ومتعددة وبتختلف حسب يمكن السبب بس إذا بنا نحكي عن العوارض العامة لها الأمراض هيا شو فينا النوع فيه عوارض عامة اللي هي مثل الحرارة، الإرهاق، التعب، فقدين للوزن أو جيع بالجسم غير مفسرة فيها تجي وتروح بتعمل فلير أبس يعني بتعمل فورات وبتكون متكررة وشوي إلى وقت هايدي الشغلة بتخلينا نفكر أكتر أنه فيه مشكلة كرونيك أو مزمنة عم تتكرر هلأ فيه أعراض كمان متخصصة أكتر أو محددة إلى علاقة بالأعضاء اللي هنه مستهدفين مثل ديء المفاصل خصوصا إذا كان بالليل، إذا كان الصبح فيه ريدور يعني شوية جمود، طفح جلدة غير مفسر ومتكرر، إسهال أو جيع بالبطن، دم بالخروج، تقرح بالفم مثل الأفت أو تقرح بالمنطقة الجنسية، هر بالشعر كمان غير مفسر وفيه أكيد أعراض أخرى فيها يكون العلاقة بالقلب، فيه يكون العلاقة بالتنفس يعني كتير متشعبة هي، المهم نشوف قديش عم تتكرر وقديش عم تكون مزمنة هالأعراض وساعة الطبيب بيقدر ساعة يوجه الفحوصات اللازمة لنقدر نوصل لتشخيص أبا دكتور، شو الفحوصات ساحتها؟ شو أنواع التحاليل اللي بتلجأوا لها؟ فيه عدة أنواع تحاليل، منبلش طبعا بالتحاليل العامة، اللابوراتوار يعني المخبرية منشوف كروات الحمر، الكروات البيض، منشوف إذا فيه التهيبات بالدم الفيتاس والسير بي عم نسميهم هيك سريعا نتأكد من فحوصات الكبد وفحوصات الكلاوية، هؤلاء الفحوصات العامة أما الفحوصات المناعية هي فحوصات منحددة، منسميهم أوتوانتيكار، منجرب نقيسهم بالدم طبيعيا مش مفروض يكونوا موجودين عند الشخص اللي ما عنده مشكلة عند الشخص اللي عنده أمراض مناعة زيتية بيكونوا مرتفعين مثل أحسن ميون طبعا هني صعبين شوي، ANA، ANCA، ANTI-CCP، فاكتور ريماتويد، إلى ما هولانك هؤلاء الفحوصات نطلبون وعا أساسهم فينا كمان نفوت بتفاصيل التشخيص وسبب الإكزاكت تبع المرض المناعة الزيتية تلجأوا لغيرها التحليل لصور أشعة أكيد عشو بتكونوا عم بتفتشو؟ كمان في أشعة عامة تشيس إكس راي صورة للصدر فينا نعمل صور للبطن إيكوغرافي لنقدر نشوف إذا فيه أي مشكلة كبيدية وفيه صور متطورة شوي أكتر مثل السكنر، مثل الـ ERM وفينا حتى نوصل للبيت سكان اللي هو صورة للجسم كله اللي بتفرجينا وين مناطق الالتهاب موجودة فيه فحصات كمان مفيدة بهالمجال هيدا هو تخطيط للعصب إذا كان المريض عم بحس بتنميل بالإيدان وبالإجران لأن هيدا واحدة من الأعراض اللي ممكن نشوفها فيه نعمل كابيراروسكوبي يعني صورة أو منشوف الشرايين أو الأوعية الدواموية الصغيرة من خلال ميكروسكوب منحطه على الضفر أو بواسطة فون دوي بيشوفه الحكيم العيون لأنه كمان الالتهاب بالشرايين الصغيرة ممكن يكون مربوط بمناعة ذاتية فينا كمان نلجأ لفحصات أخرى مثل ندور الأندوسكوبي كولونوسكوبي وغاستروسكوبي لأنه فيه أمراض مناعية بتصيب هالمنطقة هيدا وساعتها فينا ناخد خزعة ناخد عينات نعمل زرام نعمل زرام نبعثها على اللابوراتوار وساعتها كمان ناخد إضافيا معلومات للتشخيص ممتاز دكتور شو الأمراض اللي مرتبطة بالمناعة الذاتية؟ مثل ما قلنا ببداية الحلقة فيه أعضاء بتكون أسول أورجانا عضو واحد مثلا الغدة الدورائية تيرويديد دوبازدو اللي هي بتعطي إفراط بالشغل الغدة الدورائية بتكون مربوطة بأنتيكور يعني مضاد حيوي بتفرزه المناعة وبتخلي أنه هالغدة تشتغل كتير وفيه العكس مثلا تيرويديد دوهاشيموتو كمان هيدا بالعكس بتصير كسلانة الغدة فيه السكر من النوع الأول اللي المناعة بتتعدى على الفانكرياء بتدمره هيدا عند الولاد الصغار بتصير أكتر شي فينا كمان نسمي الملتيبل سكليروسيس التصلب اللويحي اللي هو مرض بالجهزة العصبة كمان المناعة بتكون عم بتتعدى عليه فيه الريماتيزم الالتهابة كمان بتتعدى على المفاصل هيدا كأعضاء خلينا نقول لوحدهم بس تتشعب الأمور فيه مرات عدة أعضاء تكون هي مضروبة فيه مثلا اللوبيس اللوبيس إريتيماتو بيسموه بالعربي الذئبة بيعطي عوارض بالجلد تحسس من الشمس أوجاع مفصلية قافت بالتم فقر بالدم وإلى ما هنالك فينا نسمي كمان احنا نعطي بعد أمسي لسريع لأن الموضوع كتير طويل وكمبليكي المرض جوغرن اللي هو ريماتيزم التهابة مع نشاف بالتم وبالعين هيدا كمان لوحده من صنفه فيه مرض موجود كتير بمناطقنا مثل مرض بهست مرض بهست هو بيعطي تأروحات بالتم وبالمنطقة الجنسية وبيعطي التهابات بالمفاصل وبالعين فيه كمان حمة البحر الأبيض المتوسط FMF كمان متواجدة بلبنان بشكل أكتر شائعة هيدا الفحص هنا فحص جيني فينا نعمله نكشف المرض هي كناية عن شو كناية عن حرارة متكررة مع أوجاع بالبطن تجي بطريقة كرايز هولي بعد أمثلة طبعا فينا بعد نسمي أكتر بس موضوع واسع بس إذا كخط عام الأدوية والعلاج كيف كيف يكون متى ما عملنا التشخيص وبرجع بصر على فكرة إنه التشخيص مبني على عدة عوامل الأعراض، الفحصات، الصور، الخزعة منجمعهم كلهم مع بعضنا منصير كأنه عم نعمل بازل وبتبين هالصورة بيوضح التشخيص متى ما وضح التشخيص أو قربنا قد ما فينا للتشخيص ساعتها بنى نعطي علاج للمناعة وبيكون مناسب لحالة المريض وقديه صغريته، قديه شدة المرض هن العلاجات مهبطات للمناعة ومعدلات أول دواء نعرفه هو الكورتزون الناس ممكن ما كتير بتحبه ولكن مرات مضطر نستعمله طبعا بعيارات مدروسة وتدريجيا منخفضة منساعد الكورتزون بمعدلات للمناعة بنسميهم إيمينو سيبرسور واليوم الطب كتير تطور بهذا المجال بالمجال البيوترابي البيوترابي إنهن العلاجات البيولوجية اللي بتصيب ناحية محددة بالمناعة بتكون فعاليتها عالية وكمان المضاعفات أقل كل يوم في قصص جديدة بهذا الموضوع شكرا كتير دكتور إيميل زين اخصاص الطب داخلي وعلى المناعة السرير على كلها المعلومات أهلا وسهلا فيك بإيلايك نحن هلح نتابع حلقتنا خليكم معنا موسيقى 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 موسيقى